القاعدة الرابعة هي تغذير الصفات النفسية الوسواسية بمعنى أنه أصلاً ليش مريض الوسواس لماذا يفعل كل الذي ذكرناه في السابق؟ لأن لديه بعض الصفات الوسواسية هذه الصفات ليست كلها موجودة عند كل الناس تتفاوت المرضى يتفاوتون بعضهم عنده هذه بعضهم عندهم هذه لكن أبرز ثلاثة ثلاثة أمور الأشياء المتعلقة بالإثم والخطأ والاحتياط والمسؤولية النوع الثاني المتعلقة بالتأكد واليقين والتصديق والاقتناع والثالثة بعض الأنساني محتوى التفصيل يعني عنده قناعات غريبة في موضوع النية أنه النية لازم تجي النية كيف النية وشو؟ كيف تجي النية؟ أنه مثلاً يجب أن تركز أثناء أثناء أبني بتكلم عنها نبدأ بالإثم أنا لست مفتياً لكني أقول وأخاف من الإفتاء لأنني لا تتخاصصي الإفتاء على الله بغير علمي يجوز لكني أقولها بثقة مطلقة جداً لا إثم عليك لا إثم عليك لا إثم عليك وهذا الكلام ليس من عندي من عند المشايخ من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا اللهم صلِّ وسلِّم أحسنت إلى يومنا هذا الوسواس بأنواع متفاوتة عند الصحابة جاء ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذاك صريح الإيمان الله أكبر يعني لا إثم عليك الحمد لله ذا ردد كده الوسوسة الحمد لله ردد كده الوسوسة صلاتك صحيحة صلاتك صحيحة صلاتك صحيحة جميل بل إني سألت بعض المشايخ قالوا أن هنا تطبق قواعد رفع المريض وسواس عنده مع الوسواس لديه مشكلة في القلون فيخرج الريح أحيانا طبيعي فعلا يخرج الريح أحيانا فأنا قلت له سأسأل المشايخ سألت المشايخ قالوا أبدا يُعامل الجميع معامل وسواسية سبحان الله حتى لو يخرج من بعض الريح لأنه لا نستطيع أن نعالج الوسواس إلا إذا اعتبرنا الجزء الصحيح من خروج الريح وسواسي لأنه لا نستطيع أن نميز فنقول له أنت الآن في مرحلة علاجية والمشقة ترفع الحرج وتجلب التيسير في هذه المرحلة العلاجية نتعامل معها بجميعها باعتبارها وسواسة بالمناسبة أنا أقرأ في الفلسفة كثيراً والثقافات الديانة الإسلامية الإسلام أحسن من بقية الديانات في التعامل مع الوسواس مثل لو نقارن مع النصارى متشددين أكثر أكثر من الإسلام الإسلام متساهل جداً في الوسواس لما تستعرض فتاة والعلماء على مدار التاريخ تلاحظ بشيء واضح أنهم المريض الوسواس معفى من أشياء كثيرة حريص على الاحتياط والتورع والحرص بس يجب أن تفرق بين الحرص الجيد والحرص غير الجيد يجب أن تفرق بين الاحتياط المفيد والاحتياط غير المفيد ترى دكتور خالد المرضى هدول ما يعرفون سبحان الله والله إني أجل سمعهم في العيادة أحياناً ساعة كاملة جلسة كاملة تساعد مع التمييز فقط فقط يقول أنا ما عرف أميز ما أدري هل هذا احتياط ولا عدم احتياط اللي هي النقطة الثانية من موضوع القاعدة الرابعة اللي هي القاعدة الرابعة تأكد واليقين يعني 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 لذلك يتعلم المريض عندي مثلاً مرضى عنده مشكلة في الكمالية في التشدد بعض المرضى كثيرة هذا موضوع الكمالية كثير يأتي مع الاكتئاب يأتي مع الوسواسة لكن النسخة الوسواسية منه عندي مرضى مثلاً يقول بعد ما غيرت من صفة الكمالية والتشدد عندي طلعت الحياة مختلفة شفت الحياة بطعم آخر مختلف حتى كوب الشاهي أصبحت أستطعمه بشكل مختلف عن السابق تعاملي مع الناس العفوي المعالج نفسي رايق يعني يعني ما دري رايق وش معناها في اللهجات الأخرى لكن يعني مروّق مروّق يعني موسع باله موسع باله بعد من النقاط الأخرى شيء نسميه نزع المعنى والدلالة الفكرة الوسواسية أعد الوضوء أنت ما توضيت ما غسلت ما كبرت ما قلت بسم الله جميع هذه الأفكار لا معنى لها ولا دلالة لها